اشتركوا في القناة نص كما هو دراسة ادابية شاملة بما يتعلق بالمستوى الفني والفكري افكار ومشاعر عاطفية ايضا انتقال الى المستوى الفني وهو الصور البيانية والمحسنات والموسيقى الداخلي والمصادر والمشتقات وقواعد الاملاع هذا ما يمكن ان يطلب من هذا النص وايضا الاسئلة التي يمكن ان نضعها لهذا النص طبعا كافية لان يجيب عليها الطالب في الامتحان اسم الشاعر ميخايل ويردي الموطن السورية الفكرة العامة للأبيات بيان دور الفنان وشكر فضله بين الناس اما موقف الشاعر فجاء هنا تعظيم لشأن الفن ودور الفنان بالمجتمع القيم المستمدة من القصيدة التغني بجمال الفن تقدير دور الفن وتقدير ابداع الفنان ورفض ظلم الفن والابداع اما الغرض الشعري فهو المديح او مدح الفن العاطفة جاءت ذاتية وجدانية اما شرح المفردات الصعبة يمكن ان نذكر بعضا منها المفتون الهاوي المتعلق غيدا مفردها غيداء التي تتمايل فيلين ونعومة النجوة استرار الحديث ترثي تبكيه وتعدد محاسنه بلوانة مصائبنا اتبر فتاة الذهب قبل ان يصاغ الوراء الناس انصفت عدلت في حكمها المهضوم من الحق المنقوس او المسلوب الان سوف نتلو على مسامعكم ابيات القصيدة يقول فيها يا صاحب الفن ان الدهر فرقنا والحب يبعث في المفتون نيرانا وانت ترسل غيدا ترتدي نغما كأنها اعين ترنو لنجوانا فهل تعيد لنا ما ضاع من امل في حبنا الفن ام ترفي لبلوانا كم آلة من جماد في يديك شدت آية العنادل ابداعا واتقانا كم من عظيم اتى للناس معجزة وذاق من وجع الحساد الوانا وكم قلائد لم تدرك محاسنها كالتبر عاشت ولما تلقى عرفانا وانت تبدع من فكر ومن وتر روائع الفن الحانا وأوزانا لا عدني الفن شمسا في كواكبه ان لم اعظم له بين الورى شانا ما ضر لو انصفت دنياك فانتصرت لحقك الباهر المهضوم ازمانا الان سوف ننتقل الى شرح الابيات مع بيان الافكار الفرعية لكل بيت وذكر الشعور العاطفي له البيت الاول ايها الفنان المبدع لقد بعد الزمان بيننا ولم يدري بان الحب يبعث في قلب المتيم نيران الشوق عند الفرق الفكرة الفرعية ثبات الحب رغم الفرق والشعور اعجاب اما البيت الثاني ايها الفنان كأن الحانك المؤثرة فتيات حسان تتمايل وترقص في لين ونعومة وكأنها تنظر الى اسرار حديثنا الفكرة الفرعية جمال الالحان يسحر الروح والشعور اعجاب اما البيت الثالث ايها الفنان هل ستحيي لنا حبنا المندثر للفن عبر الزمن ام سوف تندب مصائبنا بزواله اما الفكرة الفرعية الفنان يحيي حبنا للفن والشعور امل اما البيت الرابع ما اكثر الالات الموسيقية المصنوعة من جماد لكنك جعلتها تغرد مثل الطيور اعذب الالحان الفكرة الفرعية الفنان يبعث الروح في الاته والشعور اعجاب اما البيت الخامس ما اكثر من ابدع بالعلم والفن واتوا بالمعجزات لكن هناك من لا يعترف بجميلهم ويحسدهم الفكرة الفرعية عدم الاعتراف بفضل الفنان وحسده والشعور استنكار اما البيت السادس هناك اعمال فنية كقلائد الجمان بجمالها لم تلقى الاهتمام فضاعت كضايا عين ثرات الذهب عندما لا تجمع الفكرة الفرعية عدم تقدير قيمة الاعمال الفنية والشعور استياء اما البيت السابع وانت ايها الفنان المبدع بالأدب تنظم اجمل الاشعار الموزونة اما بالفن تعذف اجمل النغمات الفكرة الفرعية الفنان مبدع بالأدب والالحان او اللحن والشعور اعجاب البيت الثامن ان لم ارفع من مكانة الفن فلست فنانا يستع نوره بين الشموس والكواكب الفكرة الفرعية يعلاء مكانة الفن والشعور اعجاب الان البيت التاسع ما الخسارة في ان تمنحك الحياة حقك المسلوب منذ زمن بعيد الفكرة الفرعية عدم انصاف الحياة حقوق الفنان والشعور استنكار الان سوف ننتقل الى الاساليب النحوية وسوف نبين فائدتها البلاغية او الوظيفية لكل اسلوب الاسلوب الاول هو يا صاحب الفن هنا اسلوب انشائي جاء عن طريق النداء والادات هي يا الفائدة البلاغية والجمالية التحسر على الفراق بسبب الدهر اما في الاسلوب الاخر الذي ورد في قصيدة انت ترسل غيدا اسلوب خبري عن طريق الجملة الاسمية الوظيفة البلاغية نقل الاخبار عن ارسال الالحان التي تشبه النساء الحسان بجمالها اما الاسلوب الثالث فهل تعيد لنا اسلوب انشائي صيغته الاستفهام والادات هي هل تفيد هنا طلب التمني باعادة ما ضاع من الفن اما الجملة التالية كم آلة من جماد اسلوب خبري عن طريق الجملة الاسمية الفائدة البلاغية تفيد الاخبار عن كثرة الالات وعدادها كم من عظيم هنا اسلوب خبري عن طريق الجملة الاسمية التي تفيد الاخبار عن كثرة العظماء لما تلقى هنا اسلوب نفي نفي حدوث الفعل عن طريق الادات لما التي تفيد نفي حدوث الفعل المضارع بالماضي ويستمر نفيه الى زمن التكلم مع توقع حدوثه في المستقبل وفي قوله لا عدني الفن ان لم اعظم له هنا اسلوب شرط الادات هي ان الشرطية الجازمة للفعلين والفائدة البلاغية ان تفيد في احتمال عدم وقوع التعظيم والشك في وقوعه حذف الجواب لدلالة ما قبل الادات عليه ايضا نلاحظ ان الشاعر استخدم الفعل الماضي فرقنا هنا له دلالة على ثبات وقوع فعل التفريق في زمن المضى ونفي الشك في حدوثه اما استخدام الفعل المضارع تبدع للدلالة على التجدد والتكرار في الابداع وادفاء ظلالا من الحيوية والحركة على النص ايضا استخدام ضمير متكلم في قوله دنياك ولحقك للدلالة على الوظيفة الوعيضية في وعظ ونصح المخاطب اما استخدام الجمل الاسمية في قوله انت ترسل وكم من عظيم اتى للدلالة على ثبات والديمومة والاستقرار في موقف الشاعر بالاعجاب بهذا الفن اما ما يتعلق بالصور البيانية التي وردت في هذا النص نلاحظ ان هناك بعض الصور التي جاءت على سبيل استعارة المكنية او التشبيه المجمل او التشبيه البليغ سوف ننتقل الى صورة الاتية الدهر فرقنا استعارة مكنية شبه الدهر بانسان يفرق حذف ان يشبه به وهو الانسان وترك شيئا من صفاته وهي التفريق الحب يبعث استعارة مكنية شبه الحب انسان يبعث حذف الانسان وترك شيئا من صفاته وهي البعث ترتدي نغما هنا استعارة مكنية شبه النغم بانسان يرتدي حذف الانسان وترك شيئا من صفاته او لوازمه وهي ارتداء الملابس في قوله غيدا كأنها اعين هنا تشبيه مجمل حذف وجه الشبه وفي قوله ايضا اذا اخذنا الجملة كاملة غيدا كأنها اعين ترنو لنجوانا هنا تشبيه تام الاركان المشبه هو غيدا والمشبه به اعين والادات كأن ووجه الشبه هنا يكون الفعل ترنو وفي قوله ضاع من امل استعارة مكنية شبه الامل بانسان يضيع حذف الانسان وترك شيئا من لوازمه او صفاته وهي الضيعة وفي قوله الفن شمسا لتشبيه بليغ حذف الادات ووجه الشبه اذا لاحظوا معي الجملة الآتية آلة شدت هنا استعارة مكنية شبهة الآلة بانسان او بطائر يشدو حذف الطائر وترك شيئا من صفاته وهي الشدو او التغريد وايضا في قوله عدني الفن هنا شبه الفن بانسان يعد حذف الانسان وترك شيئا من صفاته او من لوازمه وهي الاعداد قلائد كالتبري عاشت هنا تشبيه طبعا تامي الاركان المشبه هو قلائد والمشبه به التبر والادات هي الكاف ووجه الشبه المعيشة انصف الدنياكا هنا شبه الدنيا بانسان ينصف حذف الانسان وترك شيئا من صفاته وهي الانصاف فانتصرت لحقك هنا استعارة مكنية شبهة الحق بانسان ينتصر حذف الانسان وترك شيئا من صفاته وهي الانتصار طبعا لحقك المهضوم ايضا هنا شبهة الحق بانسان يهضم حزف الإنسان وترك شيء من صفاته وهي الهضم طبعا هنا ذاق وجع هنا أيضا استعارة مكنية شبه الوجع بإنسان يتذوق حزف الإنسان وترك شيء من صفاته وهي التذوق أما ما يتعلق في المحسنات البدعية والموسيقى الداخلية في قوله فرقنا ونيرانا هنا تصريع لأن الحرف الأخير في نهاية كلا الشطرين متشابه وهو النون وفي قوله تعيد وضاعة هنا طباق معنوي وفي قوله أيضا أنصفت هنا والمهضوم هنا طباق معنوي أما ما يتعلق بالموسيقى الداخلية تكرار حرف التا أربع مرات في البيت الرر الثاني ويندرج تحت تكرار الحرف واستخدام الحروف الهامسة في قوله الكاف والشين والتاء في البيت الرابع وفي قوله أيضا فرقنا ونيرانا تصريع منبع من ملابع الموسيقى الداخلية وفي قوله أيضا صاحب ومفتون ونيرانا مدود طويلة لورود الألف بين الساكنة بين المتحركين وورود الواو في مفتون بين المتحركين وورود الياء في نيرانا بين المتحركين أما ما يتعلق بالألف الممدودة هنا ترنو أصلها رنة لأنها وقعت ثالثة وأصلها واو شدت هنا أصلها شدة أيضا هنا وقعت ثالثة وأصلها واو دنيا هنا كتبت ممدودة لأنها وقعت فوق ثالثة وسبقت بياء أما الألف المقصورة في أتا هنا أيضا وقعت ثالثة وأصلها يا ترثي هنا أصلها رثة أيضا هنا وقعت ثالثة وأصلها يا تلقى هنا أصلها لقى أيضا وقعت ثالثة وأصلها يا الورى أيضا هنا وقعت ثالثة وأصلها يا لذلك كتبت مقصورة أما التاء المربوطة في قوله بلوان أصلها بلوة وهو طبعا اسم مؤنث ومعجزة أيضا تاء مربوطة لأنه اسم مؤنث وقلاعد مفردها وقلادها أيضا اسم مفرد مؤنث أما التاء المبسوطة في قوله شدت هنا التأنيث الساكنة وعاشت أيضا هنا تأنيث الساكنة وأنصفت هنا تأنيث الساكنة وانتصرت هنا تأنيث الساكنة أما الهمجة الأولية في أعين هنا طبعا جمع هنا اسم جمع همجة قطع وهي صيغة صرفية إبداعا هنا همجة قطع لأنه مصدر الرباعي اقتقانا من أتقن أيضا لأنه مصدر الرباعي وهي همجة قطع أنصفة أيضا هنا همجة قطع لأنه ماضي الرباعي وانتصر هنا همزة توصل لأنه ماضي خماسي أما الهمزة المتوسطة في قلائد فلأنها طبعا جاءت مكسورة وما قبلها ساكن والكسر أقوى من السكون ويناسبها النبرة وأيضا في كلمة روائع أيضا هنا جاءت همزة متوسطة مكسورة وما قبلها ساكن والكسر أقوى ويناسبها النبرة تخلو الأبيات من الهمزة المتطرفة الآن سوف ننتقل إلى المشتقات في قوله صاحب هنا اسم فاعل من الثلاثي المبني المعلوم المفتون والمهضوم هنا اسم مفعول من الفعل المبني المجهول من فتنة وهضيمة وعظيم أيضا هنا صفة مشبهة باسم فاعل أما معجزة هنا اسم فاعل من فوق الثلاثي بإبدال الياء المضارع مضمومة وطبعا كسر ما قبل الآخر حساد مفردها حاسد وهو اسم فاعل من الثلاثي المبني للمعلوم محاسن هنا جمع حسن طبعا صفة هنا مشبهة روائع مفردها رائع والسم فاعل البهر اسم فاعل من الثلاثي المبني المعلوم أما ما يتعلق في المصادر هنا إبداعا من أبدعه وهو مصدر قياسي إتقانا من أدقنه وهو مصدر قياسي الحب من حبة هنا مصدر السماعي حبة حبا وطبعا هنا أملا أملا إذن هنا مصدر السماعي وجعا وجعا هنا أيضا مصدر السماعي لأنها فله الثلاثي وعرفان من عرفانا أيضا مصدر السماعي وحقا أيضا هنا مصدر السماعي في قوله آيون وآلة وجماد وقلائد وتبر ووتر والورا تلك أسماء جامدة وسمية جامدة لأنها لا تشتق من غيرها وتدل على ذات الشيء وأسم الجامد ذات يدركه بالحواس عادة الحواس الخمس أما بالنسبة لإعراب قصيدة في حضرة الفن ننتقل هنا إلى الأفعال الماضية ثم المضارعة الفعل الماضي فرقنا هنا طبعا فعل الماضي مبني على السكون التصالي من أدل على الفاعلين والنظم المتصل المبني في محل رفع فاعل ضع أيضا هنا فعل الماضي مبني على الفتح شدت هنا فعل الماضي مبني على الفتح المقدر على ألف تعذر وحزفة الألف منعا الاتقاء الساكنين والتأنيث لا محل لها من الإعراب وأتى أيضا هنا فعل الماضي مبني على الفتح المقدر على الألف التعذر وذاق هنا أيضا فعل ماض مبني على الفتح وعاشت أيضا فعل ماض مبني على الفتح عدني هنا عدى فعل ماض مبني على الفتح والنون الوقاي واليأضم المتصل مبني في محل نصب مفعول به ضرى هنا أيضا فعل ماض مبني على الفتح أنصفت أيضا فعل ماض مبني على الفتح والتالي تأنيث لا محلة لها من الإعراب فانتصرت هنا أيضا فعل ماض بميال فتح والتأليل تأنيث لا محلة لها من الإعراب أما بالنسبة للأفعال المضارعة يبعث وترسل وتعيد وترثي وترنو وترتدي وجميعها أفعال مضارعة بالنسبة للترثي هنا مرفوع بالضمن مقدر على الياء للثقل وترنو أيضا هنا فعل مضارع مرفوع على مدرفه الضمن مقدر على الواو للثقل ترتدي أيضا هنا فعل مضارع مرفوع بالضمن مقدر على الياء للثقل لم تدرك هنا لم حرف الجزم وتدرك فعل مضارع مبني المجهول مجزوم وعلامة جزمه طبعا السكون الظاهر على آخره لما تلقى هنا فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلم لأنه معتل الآخر تبدع هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمن لم أعظم هنا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون أما بالنسبة للمرفوعات فنلاحظ في قوله الحب وامتدأ مرفوع دون ياكا هنا أيضا فعل مرفوع أعيد خبر كأنه محاسن هنا فاعل طبعا أنت ممتدأ وهنا أيضا كم الخبرية التكثيرية في مبنية السكون في محرفة ممتدأ الفن هنا فاعل مرفوع بالضمة أما بالنسبة للمنصوبات يا صاحب الفن هنا من هذا مضاف منصوب على نسبة الفتحة الدهري هنا اسم إنا غيدا هنا مفول به منصوب غنغمان مفول به الفن هنا مفول به بالمظر حبنا آية هنا مفول به منصوب إبداعا تمييز منصوب معجزة مفول به ألوانا مفول به يرفانا مفول به وألحانا تمييز وأوزانا اسم ماطف على ما قبله وشمسا مفول به وشانا مفول به وأزمانا ظرف مفول فيه ظرف زمان أما بالنسبة للمجرورات في قوله مثلا المفتون اسم مجرور لنجوانا اسم مجرور من أمل اسم مجرور ومن فكر ومن وتر في كواكبه لحقك من وجع من عظيم من جماد في حبنا جميعها اسم مجرورة الحساد هنا الحسادي هنا مضاف إليه الفني الباهري طبعا هنا مضاف إليه المهضوم اسم معطف على مجرور مجرور مثله والبرا مضاف إليه نتمنى أن نكون قد وفقنا في درستنا لتلك القصيدة ونرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وأيضا حتى طبعا تعمل فائدة على جميع الطلاب الأعزاء والسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر